اهلا ومرحبا بكم في قناة AES Learning لتعلم اللغة الالمانية على اليوتيوب والنهاردة هقدم ليكم درس بعنوان دسق ون تعشيد تسفشين اللاين ون اللاينة والنهاردة هنعرف الفرق ما بين استخدام كل من اللاين و اللاينة اول حاجة بنسألها لنفسنا هل يوجد فرق بين اللاين و اللاينة؟ جبتس ون تعشيد تسفشين اللاين و اللاينة؟ والاجابة هي لا يوجد فرق حيث ان كلاهما بمعنى بمفرده ولكن اللاينة بإضافة حرف E تستخدم في التحدث باللغة العامية إنما اللاين يتم استخدامها في الألمانية الفصحة لذلك من الأفضل استخدام اللاين بدون إضافة حرف E في النصوص الرسمية ولكن للتنبيه إن استخدام اللاينة ليس خطأاً ولكن الأفضل استخدام اللاين هناك أيضاً بعض الكلمات المركبة باستخدام كلمة اللاين مضافة إلى كلمات أخرى تعالوا بينا نشوف الكلمات دي على سبيل المثال يقف وحيداً أو منعزل بمعنى يربي طفل بمفرده أو أن يقوم أحد الوالدين بتربية الطفل بمفرده عندما يكون هناك شخص واحد يجني المال بالمنزل نطلق عليه اللاين فادينا أول حاجة بنسألها لنفسنا هل يوجد فرق بين اللاين و اللاينة؟ هل يوجد فرق بين اللاين و اللاينة؟ والإجابة هي لا يوجد فرق حيث أن كلاهما بمعنى بمفرده ولكن اللاينة بإضافة حرف الإي تستخدم في التحدث باللغة العامية إنما اللاين يتم استخدامها في الألمانية الفصحة لذلك من الأفضل استخدام اللاين بدون إضافة حرف الإي في النصوص الرسمية ولكن للتنبيه إن استخدام اللاينة ليس خطأاً ولكن الأفضل استخدام اللاينة هناك أيضاً بعض الكلمات المركبة باستخدام كلمة اللاينة مضافة إلى كلمات أخرى تعالوا بينا نشوف الكلمات دي zum Beispiel على سبيل المثال اللاين شتيند اللاين شتيند يقف وحيداً أو منعزل اللاينة تسييند اللاينة تسييند بمعنى يربي طفل بمفرده أو أن يقوم أحد الوالدين بتربية الطفل بمفرده اللاينة فادينا اللاينة فادينا عندما يكون هناك شخص واحد يجني المال بالمنزل نطلق عليه اللاينة فادينا وبكده نكون انتهينا من درس اليوم أتمنى تكونوا استفدتوا معنا واستنونا في المزيد من الدروس اشتركوا في القناة